اشتركوا في القناة ان شاء الله سند خير عليكم وعلينا جميعا معكم الأستاذ خالد عبد الرحمن الشوابكة مدرس مادة تاريخ الأردن لطلاب التوجيه طبعا وهناك مادة الجغرافية لطلاب الأدبي أما مادة تاريخ الأردن فهي مادة شاملة لجميع فروع التوجيه الأكاديمية والمهنية من خلال هذه المنصة منصة بناء التعليمية ان شاء الله سأقوم بشرح مادة تاريخ الأردن بالتفصيل بالتفصيل ويعني كل نقطة سأتطرق لها وحتى السؤال نفسه ممكن ييجي منه سؤال لأنه احنا أمام يعني أسئل الدوار وقد يكون الامتحان إنشائي لا نعلم سياسة الوزارة القادمة ماذا ستكون ولكن احنا كافة الاحتمالات اللي ممكن تكون متوقعة احنا إن شاء الله رايحين نسيطر على الوضع في مادة تاريخ الأردن بإذن الله تعالى هي مادة سهلة مادة يحصل عليها طلاب المدارس جميع وطلاب الأردن كلهم يحصلوا على المعدلات إن لم تكن العلامة الكاملة وغالبيت الطلاب يحصلون عليها طبعا وبسهولة سيحصلوا على علامات شبه كاملة لذلك أنا وإنتم إن شاء الله مع بعض خلال هذه السنة والفيديوهات اللي ستم عرضها عن مادة تاريخ الأردن للحصول على العلامة الكاملة بإذن الله تعالى لن تجد صعوبة في مادة تاريخ الأردن إذا التزمت بالمتابعة ويعني دققت في كل شيء أنا ممكن أشير إله لأنه إحنا رح نمشي بطريقة هذه مادة تاريخ مادة إنسانية مادة يعني خلنحكي مادة حفظية ولكن إذا عرضت بطريقة جميلة ستكون سهلة للحفظ وتيسر على الطالب وتختصر الوقت كثيرا مادة تاريخ الأردن مادة فصلين وكل فصل يحتوي على أربع وحد يا أخوان جيل 2003 أكيد الوحدة الأخيرة اللي هي الثامنة شلوهم إياها لكن لا نعلم ما القادم لسأل الله العفو والعافية وأنه خلصنا من الوباء هذا كورونا حتى أنه نعرف يعني المادة المطلوبة رح تكون شو هي يا أخوان بالنسبة للمادة رح تطرق إلى شرحها بكل سلاسة وإن شاء الله بكل تفصيل ويعني سنتطرق حتى لأسئلة الوزار التي جاءت في السنوات السابقة والمحتمل أنها تأتي سنشير إلها على اللوح على الصبورة أمامكم من خلال هذه الفيديوهات يا أخوان التي ستعرض بطريقة تسهل عملية الحفظ من خلال منصة بناء التعليمية لها كل الاحترام والتقدير طبعا والكادر القائم عليها إدارة ومهندسين وجميع الطواقم التي تعمل في هذه المؤسسة ليلة نهارا من أجل إيصال المعلومة ومن أجل خدمة الطلاب في بلدنا الحبيب الأردن إن شاء الله وجه لكم أجمل تحية مادة تاريخ الأردن يا أخوان الفصل الأول تحتوي على أربع وحد في الوحدة الأولى طبعا رح نشوف أن الفصل الأول فيها محذو في الوزارة حدفته من سنوات رح تبدأ الوحدة الأولى من الفصل الثاني اسمه استقلال مملكة الأردن الهاشمية تتحدث عن إمارة شرق الأردن عن استقلال الأردن أما في الوحدة الثانية سنتطرق إلى الإنجازات إنجازات الهاشميين في الأردن سواء الإنجازات الداخلية أو الخارجي على الصعيد السياسي نحن بنتحدث إنجازاتهم على الصعيد السياسي وهناك الوحدة الثالثة تتحدث عن مواقف الهاشميين من القضية الفلسطينية من القدس من الأماكن المقدسة الإعمارات الهاشمية اللي صارت في عهد الملوك الهاشميين من الشريف حسين وعبد الله الأول إلى الملك عبد الله الثاني وما زالك مستمر هذه الإعمارات اللي بيصير عندنا يا إخوان مواقف الهاشميين من القدس وخادم الأماكن المقدسة صاحب الوصاية عبد الله الثاني المعزز كذلك الوحدة الأخيرة التي تتحدث عن رسالة عمان رسالة عمان التي نحكي فيها عن الإسلام وإبراز الصورة المشرقة للإسلام رسالة عمان التي كتبت بأحرف عربية وكتبها الهاشميين وترجمت إلى كل لغات العالم لتصل للعالم كله للعالمية والشمولية وليطلع عليها كافة الشعوب لمعرفة والتعرف على الإسلام وحقيقة الإسلام أنه دين الوسطية والاعتدال أنه دين العدالة دين المحبة هذه هي رسالة عمان التي تم توجيهها إلى كافة دول العالم لذلك هي تتميز بالشمولية والعالمية هذا بينما يخصي أخوان الفصل الأول إن شاء الله لاحقا سنتحدث عن الوحدة التي يشملها الفصل الثاني بإذن الله تعالى ولن أطيل عليكم بالمقدمة أعيد الترحيب فيكم طلاب الفين وأربعة وكل طلاب الأجيال السابقة واللاحقة بإذن الله نتمنى لكم التوفيق من خلال منصة بناء التعليمية ومني أنا لكم أجمل الدعوات بأن يوفقكم الله ويسجد خطاكم وأن يجعل هذا العام والأعوام القادمة هي أعوام خير وسلام علينا وعليكم بإذن الله تعالى كل الإحترام تابعوني حتى أبدأ معاكم يا أخوان بالحديث عن مادة تاريخ الأردن الفصل الأول ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله دائما وأبدا إحنا رح نحط إيدينا على كل نقطة مهمة في مادة تاريخ الأردن ورح نبدأ بسم الله بالوحدة الأولى اللي بتحكي طبعا الفصل الأول فيها هو مطالعة ذاتية تم إزالته غير موجود عندنا لكن ممكن تلاقيه بكتابك أنت لا تدرسه لأنه هذا محذوف من التربية رح نبدأ بالفصل الثاني اللي هو استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استقلال المملكة الأردنية الهاشمية يا أخوان وطبعا لما نحكي إحنا الاستقلال ورح ناخذ هذا التاريخ دائما نتذكر أنه استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25-5-1946 25 أيار 25-5-9-46 لازم تحفظ هذا الشيء يعني إحنا مباشرة هون الطلاب رح يقول لك شو هذا الحكي ما نتائج انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام 1920 يعني فجأة نطينا على هذا الموضوع ما في مقدمة نعم كانت المقدمة موجودة بالمادة اللي قلت لكم انحذفت وتم إزالتها ولكن مش غلط أني أنا أعطيك نبذة حتى تربط معلوماتك عزيز الطالب هلأ لما نحكي الحكومة العربية الفيصلية نسبة إلى فيصل فيصل الأول فيصل هو ابن الشريف حسين الشريف حسين بن علي قائد الثور العربي الكبرى عام 1916 يا أخوان كان له أربع من الأبناء فيصل زيد علي عبد الله وتم إرسالهم إلى البلاد العربية ومنهم عبد الله الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك المؤسس الشهيد شهيد الأقصى وفيصل ذهب إلى سوريا عام 1920 اللي ست طبعا هو راح لسوريا 1918 يا أخوان أسس المملكة العربية الفيصلية في سوريا الهاشمية وفي 1920 احتلت فرنسا سوريا فرنسا قامت باحتلال سوريا وبالتالي خرج الأمير فيصل وذهب إلى العراق وهذا موضوع لا نريد الدخول فيه لأنه ما له علاقة الآن كثير بموضوعنا خلينا إحنا لعندهون إذن هون بدي نعرف معلومة انهيار الحكومة العربية الفيصلية كان أي سنة 1920 هذا التاريخ مهم متى احتلت فرنسا سوريا 1920 طيب هذا الاشي ايش أثر على الأردن نحن نشوف شو أثر علينا إحنا كأردن إحنا بندرس مادة التاريخ الأردني يا أخوان صار في عنا فراغ سياسي هذا وين في الأردن وجود فراغ سياسي طبعا يا أخوان انتوا تعرفوا إنه لما نحكي إحنا فيصل وعبد الله إيجا أيضا إلى عمان أو إلى معان 1920 في نفس التاريخ تقريبا فهي كانت حكومات أو كانت حكومة هاشمية كانوا الحكام هاشميين أبناء الشريف حسين وبالتالي كل الحال واحد لأن الوطن العربي كان وقتها وحدة واحدة فلما نقول سوريا ولبنان وفلسطين والأردن فكانت هذه بلاد سوريا الطبيعية لذلك أثر انهيار سوريا واحتلالها من قبل فرنسا على أن يكون هناك فراغ سياسي موجود عندنا في الأردن حكومات محلية وهذا أهم نقطة بالنقاط الموجودة عندنا هنا يا أخوان الحكومات المحلية أين تشكلت؟ بيجضع دائرة الكرك والسلط وعجلون إذا نقول لك من نتائج انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا تشكل أو قيام حكومات محلية في الأردن أين تشكلت؟ في المحافظات التالية اللي هي الكرك السلط وعجلون بيجضع دائرة ما دبا؟ اربد معان السلط اربد عجلون زي هيك الكرك السلط عجلون هو الجواب الصحيح يا أخوان للسؤال اللي هو الحكومات المحلية لكن هذه الحكومات هل لبّت طموحات الأردنيين؟ لا لم تلبي طموحات أبناء الأردن في الوحدة في الاستقلال هذا اللي دفع أبناء الوطن إلى الالتفاف حول الشريف حسين لقيادة الحركة العربية وتحريف سوريا من الفرنسيين إذن هذه الحكومات يا أخوان لم تلبي طموحات الأردنيين نعم لم تلبي طموحات الشعب الأردني ولا حتى أبناء الوطن العربي لذلك التفى أبناء الوطن حول الشريف حسين حتى يحرر سوريا من الفرنسيين من الفرنسيين إذن لو قال لك علّل مثلا التفاف أبناء الأردن وأبناء الوطن حول الشريف حسين بعد انهيار الحكومة العربية فستقول له لأن هذه الحكومات المحلية في الكرك والسلط وعجله لم تلبي طموحات أبناء الأردن في التحرر كلف نجلو الأمير عبد الله بالتوجه إلى الأردن والقيام بهذا الواجب إذن مين؟ الشريف حسين كلف مين يتوجه للأردن ويقوم بهذا الواجب اللي هو التحرير والاستقلال اللي هو عبد الله الأول نحن بنقول هو الأمير عبد الله نأتي الآن إلى الحديث عن نشأة إمارة شرق الأردن يا أخوان كانت في السابق تسمى إمارة لغاية سنة الـ 46 اللي هو استقلال مملكة الأردنية الهاشمية أصبحت مملكة إذن كانت إمارة معناته الحاكم بيكون لقبه أمير طيب هذه المعلومات رح تأخذها له قدام أول شي السؤال اللي بيجي هون يا أخوان متى وصل الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان وصل إلى معان في 21 تشرين ثاني 1920 طبعا هنا فيه اختلاف بالتواريخ ممكن في بعض الطلاب إذا كان يستخدم نسخة كتاب قديمة إحنا بنحكي عن نسخ يعني حتى نسخ 2019 يعني ليست بالقديمة كثيرا و2018 هذه النسخ بيكون فيها مكتوب تشرين الأول لا إحنا نعتمد تشرين الثاني تشرين الثاني واحد وعشرين تشرين ثاني ألف وتسعمية وعشرين وصل إلى معان أما إلى عمان فوصل في اثنين ثلاث ألف وتسعمية واحد وعشرين طبعا آذار شهر ثلاثة آذار شهر ثلاثة تشرين ثاني شهر 11 طيب إذن يا أخوان أنا المعلومتين اللي بد إياهن أنا هون تحفظ لي إياهن بس اللي هو أنه الأمير عبد الله وصل إلى معان في 21 تشرين ثاني ألف وتسعمية وعشرين وصل إلى عمان في اثنين آذار اللي هو شهر ثلاث ألف وتسعمية وواحد وعشرين فقط هذا اللي بدنا إياه في عندي معلومة هون أنه قصر الملك المؤسس عبد الله يوجد في معان قصر الملك المؤسس يوجد في معان الآن يخوان إحنا صرنا يعني نركز حتى بجوز كمان شوية على رقم الصفحة لأنه شفنا جيل 2003 شو عملت الوزارة وكيف جابت لهم أسئلة لكن إحنا إن شاء الله جيل 2004 لن تتكرر هذه الأمور وستكون أموركم أفضل حتى لو عيدت نفس الطريقة ليش؟ لأنه الآن أنت صر تعرف الطريقتين الطريقة القديمة في وضع الأسئلة اللي استمرت عليها الوزارة سنوات طويلة والطريقة الجديدة اللي عملوها في 2003 وبالتالي لا خوف عليكم طلاب الألفين وأربعة هذا مكتوب تحت الصور حتى الصور في الكتاب الآن جبنا شو ممكن يجي عليها أسئلة وحطيناها وركزنا عليها كثير يا أخوان فيوجد قصر الملك المؤسس في مدينة إمعان قصر الملك المؤسس عبد الله الأول يوجد في مدينة إمعان طبعا يا أخوان الملك عبد الله رح ناخذ إحنا عبد الله الأول طلال الحسين عبد الله الثاني هذول اللي حكموا الأردن يا أخوان من الملوك الهاشمين أبناء يعني ابن الشريف حسين عبد الله الأول طلال حسين وعبد الله الثاني المعزز الآن لهم ألقاب الملك عبد الله الأول المؤسس الشهيد مؤسس ليش؟ لأنه أسس إمارة شرق الأردن الشهيد ليه؟ لأنه استشهد على أبواب المسجد الأقصى في يوم الجمعة عام 1951 اثناء أداء صلاة الجمعة والملك الطلال يرتبط فيه الدستور دستور 1952 الحسين الباني لقبه الباني بجضع دائرة والملك المعزز هو لقب عبد الله الثاني صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة الآن خلينا نشوف الهدف من قدوم الأمير عبد الله من الحسين للشرق أردن ما احنا قلنا قبل شوي حكينا إيش؟ حكينا أنه أرسل الشريف حسين ابنه ونجله عبد الله لهذه المهمة والقيام بهذا الواجب وهو إيش؟ اللي هو يا أخوان تحرير البلاد ومقاومة المستعمر مش إحنا حكينا أنه التفى أبناء الأردن لما شافوا أن الحكومات المحلية ما عم بتلبي طموحات الأردنيين التفوا حول الشريف حسين لتخليصهم من واحتلال سوريا وتحرير سوريا من المستعمر فأرسل من؟ أرسل نجله عبد الله بن الحسين الآن ليش أرسل نجله؟ بيّنت الآن الإجابة حتى يقاوم المستعمر وحتى يحرر البلاد يعني أنت لما تيجي تتحرر البلاد تتحررها من مين من المستعمر إذن النتيجة واحدة مقاومة مستعمر وتحرير البلاد بذل جهودا كبيرة لخدمة القضايا العربية وخاض مفاوضات شقة ظل القرارات الهادفة الآن هذه المعلومات يا أخوان لزهيك شو بدي أنا منها؟ آخذ أنا زبدة الحكي منها سك الانتداب البريطاني الصادر عن أصبة الأمم عفواً سك الانتداب الذي يصدر عن أصبة الأمم في ذلك الوقت كان اسمها أصبة الأمم ليس هيئة الأمم هيئة الأمم إجت بعد 1945 بعدما فشلت أصبة الأمم على ماذا ينص سك الانتداب الصادر عن أصبة الأمم؟ شمول أرض الأردن ضمن الوعود التي ستنفذ على حساب البلاد العربية إذن يا أخوان السك اللي كان موجود في الصادر عن أصبة الأمم أن أيضاً الأردن ضمن البلاد التي يشملها الوعود بأنها تكون تقسم وتعطى وتكون لدول خلنحكي غربية وأجنبية زي بريطانيا فرنسا إسرائيل يعني لكن هذا هو نص الانتداب أو سك الانتداب الصادر عن أصبة الأمم ولا يعني لا يوجد عليه سؤال خلنحكي مباشر أو لا يتم التركيز عليه فما تقلقوا كثير من هذا السؤال كان هناك اتصالات بين الأمير عبد الله بن الحسين ووزير المستعمرات البريطاني اللي هو تشرشيل يعني وحفظت أنت المقطع هذا ما في مشكلة وحفظت المندوب البريطاني في فلسطين سموئيل إذا بدي يجيب لك سؤال بيجيب لك يا زي هيك بس يعني الاتصالات اللي دارت بين الأمير عبد الله بن الحسين ووزير المستعمرات البريطاني الذي كان يدعى بنقوله تشرشيل لو ضع دائرة المندوب البريطاني في فلسطين اسمه سموئيل هيربرت سموئيل هذه كانت بتاريخ تسعة وعشرين ثلاث الف وتسعمية واحد وعشرين شو هذا الاتصالات؟ لماذا جرت هذه الاتصالات؟ أكيد طبعا يا أخوان هنا بحكم أنه وزير المستعمرات البريطاني كان موجود لأنه كانت الأردن وكانت فلسطين تخضع للانتداب البريطاني وهنا مندوب بريطانيا أيضا في فلسطين اسمه هيربرت سموئيل فالملك الآن أو الأمير عبد الله إذا بده يحكي بده يتصل فيه هؤلاء الأشخاص ويتحدث معهم عن موضوع تحرير البلاد والاستقلال وما إلى ذلك فشوف شو كانت نتائج هذه الاتصالات اعتراف بريطانيا بالبلاد الواقعة الشرق نهر الأردن بصفتها أربع عربية مستقلة إذن اعترفت بريطانيا بأن الأراضي التي تقع شرق نهر الأردن أراضي عربية مستقلة اللي هي الأردن حاليا إذن انتزاع اعتراف بريطانيا بالأراضي الواقعة شرق نهر الأردن بأنها أراضي عربية مستقلة تأسيس إمارة شرق الأردن إنت لو حفظت هذه الأمور بهذه الشاكلة يعني أول نقطة إخوان اعتراف بريطانيا بالبلاد الواقعة شرق نهر الأردن إنها بلاد عربية مستقلة اثنين تأسيس إمارة شرق الأردن ثلاث بناء الدولة المركزية يعني في حكومة بعدين تشكيل أول حكومة في شرق الأردن بتاريخ 11 نيسان اللي هو شهر أربعة لـ 1921 وهذا السؤال يكرر كثيرا يا أخوان أول حكومة في المملكة الأردنية أو عفوا في إمارة شرق الأردن كانت برئاسة رشيد إطلع كانت برئاسة رشيد إطلع إذن يا أخوان رشيد إطلع أول حكومة في شرق الأردن 11 نيسان 1921 إذن مجمل النقاط هذه نتائج الاتصالات طبعا هو على الغالب يا أخوان ما رح يجي السؤال ما نتائج الاتصالات ليش لأنه هون عنا أسئلة ضع دائرة ولا نعلم أنتم جيل 2004 كيف حيكون الموضوع ضع دائرة ولا إنشائي ولكن إحنا بندرس المادة على أساس أنها يعني لا سواء كان امتحان إنشائي أو ضع دائرة تستطيع الإجابة طيب لو كان أذكر رح يجي بهذه الصورة اللي أنت بتشوفها لو كان ضع دائرة ممكن يقول لك مثلا هو اعتراب بريطاني بالبلاد الواقعة شرق نهر الأردن بأنها بلاد عربية مستقلة وتأسيس إمارة شرق الأردن وبناء الدولة المركزية ومثلا أول حكومة في 11 نيسان كان من نتائج اتصالات الأمير عبد الله بن حسين مع وزير المستعمرات البريطاني ألف با جيم دال شرشل المندوب البريطاني صمويل طيب الآن سؤال آخر يأتي على هذه المعلومات اللي هنا إمتى أول حكومة أسست في شرق الأردن بـ 11 نيسان 11 أربعة بـ 21 من أول رئيس وزراء عنا؟ رشيد إطلع واضح يا شباب يعني المعلومات إن شاء الله بسيطة وسهلة جدا الآن نأتي إلى المعاهدة الأردنية البريطانية المعاهدة الأردنية البريطانية تاريخ مهم جدا متى؟ لأن أسئلة تضع الدائرة غالبا تأتي إذن فيه 20 شباب 22 22 1928 وممكن يجيب لك على الأغلب السنة 1928 22 1928 المعاهدة الأردنية البريطانية طيب عندي نقاط يا أستاذ عندي نقاط طويلة أنا لقي صعوبة بالحفظ مثلا شو أعمل؟ بكل بساطة يا أخوان نتطلع نحن فيه عندنا مثلا مفاتيح لكل جملة لكل جواب أو لكل نقطة طويلة إلها مفتاح إلها كلمة لا يمكن أن تكون الجملة موجودة بدون هذه الكلمة طلع حون في عندي كلمة إمارة أمير حدود دستور هلأ بنود المعاهدة الأردنية البريطانية إمارة معناته شو؟ يعني تأسيس إمارة شرق الأردن أمير؟ آه تولي الأمير عبد الله الرئاسة حدود؟ آه يعني تعيين حدود الإمارة يعني لما يكون في عندك إمارة بدك تعيين حدودها حدود المملكة الأردنية الهاشمية حدود إمارة شرق الأردن حدود الدولة كذا بعدين فيه دستور يحكمها وهذه تقريبا هي أركان الدولة أمير إمارة اللي هي الأرض ودستور يحكم هذه وتعيين حدود هذه الإمارة إذن يا أخوان إمارة أمير حدود دستور إمارة معناها تتولي الأمير عبد الله الرئاسة الأمير عفوا الإمارة هي تأسيس إمارة شرق الأردن والحدود تعيين حدود الإمارة والدستور هو وضع دستور يحكم البلاد بكل بساطة يا أخوان إذا أنت لما تركز على هذه المفاتيح تسهل عليك عملية طبعا كيف بده يجيب لك السؤال إذا كان ضع دائرة بكل بساطة يقول لك الاعتراب بتأسيس إمارة الشرق الأردن وتعيين حدودها ووضع دستور للبلاد هو من بنود بتقول الميثاق الوطني المعاهدة الأردنية المؤتمر الوطني بتقول له المعاهدة الأردنية البريطانية عامل 900 28 في 20 شباط بكل بساطة يعني المواضيع إن شاء الله إنها سهلة وليست بالصعوبة النضال الأردني لنيل الاستقلال إحنا السؤال يا أخوان ما رح يجيب هذه الشاكلة ما مظاهر النضال الأردني لنيل الاستقلال ولكن كل نقطة لأنه رح يكون فيه نقاط طلع قديش يعني حيكون فيه نقاط كثيرة عليها لكن إحنا بنحاول نشوف كل نقطة شو ممكن يجي عليها سؤال أول نقطة يا أخوان استمر الأمير عبد الله بين الحسين والأردنيين بإرسال برقيات الاحتجاج إذن هذه النقطة المهمة إرسال برقيات الاحتجاج المندوب السامي في القدس والمعتمد البريطاني وين في عمان مندوب سامي في القدس معتمد بريطاني في عمان وكلهم بريطاني يا أخوان إذن أول مظهر من مظاهر نيل الاستقلال اللي هو برقيات الاحتجاج إحنا نسميه نضال السياسي مش العسكري النضال السياسي بالقلم لا بالسيل بدك تحكي بدك تلقي قصيدة بدك تعمل أغنية بدك تعمل مسرحية بدك تعمل مسيرة هذا كله نسميه نضال سياسي برقيات احتجاج نحن نحتج على هذه الأشياء ماذا تضمرت هذه البرقيات رفض الانتداب ورفض أي اتفاق لا ينص على سيادة الإمارة الأردنية واستقلالها وهذا الإشي زاد من نشاط الحركة الوطنية إذن يا أخوان إرسال برقيات الاحتجاج التي رفعها الأمير عبد الله والأردنيين إلى المندوب السامي في القدس والمعتمد البريطاني في عمان تضمنت أننا نرفض الانتداب ونرفض أي اتفاق لا ينص على سيادة الإمارة الأردنية اثنين مؤتمر هنا عندي نقطة مهمة جداً وتأتي عليها أسئلة بشكل متكرر في امتحانات الوزارة المؤتمر الوطني الأول أنا قلت لك انسى السؤال الرئيسي مظاهر نيل الاستقلال الآن كل نقطة ممكن يجيب لك إياها عليها أسئلة فهون النقطة هذه مليئة بالأسئلة الجميلة المؤتمر الوطني الأول وسط عمان وين انعقت؟ وسط عمان أي سنة 28 شو هو؟ شو تعريفه؟ يعد أول مؤتمر وطني في تاريخ الأردن الحديث طيب كم عدد الشخصيات اللي حضروا من الأردنيين ممثلين بكل الشرائح الموجودة في الأردن؟ 150 إذن 150 مندوب عن الزعماء الأردنيين وكلهم والمفكرين طبعا اللجنة تنفيذية 26 عضو حسين الطراونة هو رئيس المؤتمر يا أخوان وأصدر المثاق الوطني الأردني الأول طيب نعيد إيش هي الأشياء المهمة في المؤتمر الوطني الأول أولا هو أول مؤتمر في تاريخ الأردن الحديث ما هو اسم المؤتمر الوطني الأول طيب متى عقده؟ 1928 كم عدد الشخصيات اللي حضروا ومن الزعماء الذين يمثلون الشيوخ والمفكرين في الأردن؟ 150 شخص مندوب عن هؤلاء الأردنيين طيب مين رئيسه؟ حسين الطراونة رئيس المؤتمر كم عدد اللجنة التنفيذية؟ 26 عضو إذن الأسئلة غدت واضحة لدينا ولا يوجد أي غبار على هذه الأسئلة يا أخوان إذن يا أخوان هنا النقطة اللي فوق حكينا عنها يعني اللي هو برقيات الاحتجاج رفض الانتداب أي اتفاق لا ينص على سيادة البلاد العربي والإمار الأردني استقلالها الآن المؤتمر الوطن الأول شو تعريفه؟ أول مؤتمر وطني في تاريخ الأردن الحديث عقد في وسط عمان برئاسة حسين الطراونة 150 مندوب عن الأردنيين 26 عضو أصدروا المثاق الوطني الأردني الأول هذه أهم المعلومات عن المؤتمر الوطني الأول ولكن هناك مؤتمرات عدة عقدت بين عامي 29 و 33 هذه تبعة المؤتمر الوطني الأول لأنه احنا شو قلنا المؤتمر الوطني بال28 هلا من الـ 29 للـ 33 عقدت عدة مؤتمرات هذه ماذا عكست؟ شو أهميتها؟ ساندت جهود الأمير عبد الله في السعي نحو الاستقلال هذه المؤتمرات أول شي وحدة الشعب والتفاف حول القيادة الهاشمية نمو الوعي السياسي والفكري لدى الأردنيين مبكرا وقدرة الأردنيين على مواجهة الأحداث السياسية التي تهددها يعني أخوان ممكن السؤال بطريقة ما يقول لك مثلا وحدة الشعب والتفاف حول القيادة الهاشمية نمو الوعي السياسي والنضوج الفكري لدى الأردنيين وقدرتهم على مواجهة الأحداث السياسية هي من نتائج وأهمية المؤتمرات الوطنية التي تبعت المؤتمر الوطن الأول وعقدت في الفترة ما بين السؤال بدي يكون من ألف وتسعمية وتسعة وعشرين ألف وتسعمية وثلاثة وثلاثين هذا هو الجواب اللي رح يكون يا أخوان على هذا السؤال ثالثاً واصل الأمير عبد الله بن الحسين والأردنيين نظام الحصول على استقلال بعدين إرسال مذكرات إذن فوق برقيات احتجاج مذكرات احتجاجية شعبية ورسمية لمين؟ لعصبة الأمم طب ليش؟ لأنها منظمة دولية هلأ يا أخوان هيئة الأمم حالياً حالياً بالوقت هذا هيئة الأمم يا أخوان هي المنظمة العالمية اللي بتعدنها مسؤولة عن كل دول العالم لأن كل دول العالم المستقلة هي أعضاء فيها وبالتالي أي واحد يخرج عن الجادة أو يخرج عن الطريق هيئة الأمم غضبت عليه خلص بيصير كأنه إجماع دولي أنه أنت مغضوب عليك وبالتالي سابقاً كانت عصبة الأمم وانهارت بالـ 45 وإجت محلها اللي هي هيئة الأمم إذن هي منظمة دولية يعني ليش إحنا أرسلنا المذكرات الاحتجاجية والشعبية والرسمية لعصبة الأمم؟ منظمة دولية طيب ليش الحكومة البريطانية؟ لأنها الدولة المنتدبة إخوان على الأردن إذن إحنا رفعنا هذه المذكرات لطرفين عصبة الأمم لأنها منظمة عالمية أو دولية هيئة عفواً الحكومة البريطانية كدولة منتدبة لأنها منتدبة على الأردن بوصفها الدولة المنتدبة على الأردن هلأ شو صار بعدين؟ في عام 1945 اعترفت بريطانيا بقرار هيئة الأمم اللي نص على إيش؟ الأردن وصل لمرحلة استكمال بناء مؤسسات الدستورية حتى يحقق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها بنفسها يخوان الانتداب معناه بالمعنى الحقيقي النزيه أن دولة قوية توقف لجانب دولة ضعيفة تساندها لحين ما تصبح هذه الدولة الضعيفة قوية وتستطيع الاعتماد عن نفسها بتتركها هيك الأصل منه ولكن مبطناً هو شكل ما أشكال الاستعمار لكن الأمير عبد الله والأردنيين لم يسمحوا للانتداب البريطاني أنه يحقق مراده في هذه البلاد لذلك طالبوا بالاستقلال إجوا قالوا لبريطانيا يا عمي هين إحنا يا هيئة الأمم ها هيئة الأمم صارت لأننا نحن نحكي بالخمسة واربعين إذن عصبة الأمم فشلت نحن نحكي بالخمسة واربعين هيئة الأمم جاءت جاءت الآن هيئة الأمم وأصدرت القرار اللي يعني أن الأردن وصل إلى استكمال بناء مؤسسات الدستورية وبالتالي على بريطانيا أن تنسحب وترفع إيدها وتنهي الانتداب على الأردن خامساً يا أخوان رفع الأمير عبد الله للحكومة البريطانية إعلان الاستقلال وأكد ضرورة استقلال شرق الأردن بالمهرجان لذي أقيمه في 28 كانون ثاني عام 1946 وستة وأربعين اللي جاء فيه أن من حق الأردنيين أن يبتهجوا بما هو حق لهم من تمام الاستقلال وأيضاً الأردن وشرق الأردن جزء من بلاد العرب شارك الحجاز في حرب التحرير لذلك فله أن يبتهج إذن هو شارك مين؟ ممكن الوزارة ما عليها إيش بعيد هالأيام الأردن شارك مين يا أخوان؟ من بلاد العرب في حرب التحرير الحجاز بحط لك الطائف الحجاز كذا مدينة الآن نتحدث عن بنود الميثاق الوطني الأردني الأول ونختم في هذا الفيديو إن شاء الله أعزائي الطلبة بنود الميثاق الوطني الأردني إمارة الأردنية دولة عربية مستقلة هذه أهم معلومة طبعاً يا أخوان هي إمارة معناته في أمير اللي هو عبد الله هو رئيس هذه وآعقابه من بعده لأنه أصبح دستور من أيام الأمير عبد الله وأسرته من بعده لا يعترف شرق الأردن بالانتداب إلا أنه مساعدة نزيهة لمصلحة البلد وإحنا قلنا هذا الكلام يا أخوان أنه الانتداب بالمعنى الحقيقي أنه دولة قوية توقف جنب دولة ضعيفة تتساندها وتصير قد حالة بتتركها ولكن هو بالحقيقة المبطنة عندهم هو نوع من أنواع الاستعمار وشكل الأشكال الاستعمار الانتخابات هون تحفظ لي حرة مصونة والحكومة مسؤولة أمام البرلمان أي تشريع يعد الأردن كل تشريع استثنائي ما بيقوم على أساس العدل والمنفع العامة وحاجات الشعب هو تشريع باطل هلأ ممكن يجيب لك السؤال كالتالي بيقول لك مثلا لا يعترف الأردن أو شرق الأردن مبدأ الانتداب إلا بوصفه مساعدة نزيه لمصلحة البلد هي من بنود المعاهدة الأردنية البريطانية المؤتمر الوطني الأول المثاق الوطني الأردني الأول بتقول له ضع دائرة على المثاق الوطني الأردني الأول إذن أهم النقاط فيه الإمار الأردني دولة عربية مستقلة وهي مادة في الدستور لغاية اليوم طبعا المملكة الأردنية الآن الانتداب مساعدة نزيهة الانتخابات حرة مصونة من أي تدخل وكل تشريع استثنائي لا يقوم على أساس المنفع العامة وحاجات الشعب هو تشريع باطل وبهذا القدر كفاية أنهي معكم هذا الفيديو أحباء الطلبة ألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر للحديث عن إعلان الاستقلال يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على حسن المتابعة